كيف الطريقة في حفظ النفس من الحسد والحقد هذا سؤال عظيم ويدل على خير ولله الحمد والمنة في السائل من أعظم ما تحفظ به النفس من الحسد والحقد أن تعلم أن هذه أرزاق يقسمها الله عز وجل بين عباده فيرزق من الله عز وجل لن تأخذ رزق غيرك ولم يضرك رزق غيرك فقط إذا حسدت ستحرق قلبك وتحرق حسناتك ولن تحصل شيئا مما تحفظ به نفسك من الحسد والحقد أن تعمل بالخلق الإسلامي العظيم الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فأنت بدلا من أن يحل الحسد في قلبك ويبلم قلبك بالحسد يمتلئ قلبك بحب إخوانك المسلمين وتحب لهم ما تحب لنفسك فتضاد الحسد وهذا من أعظم ما تحفظ به النفس من الحسد ومما تحفظ به النفس من الحسد أن يجاهدها الإنسان فإذا تسلل الحسد إلى القلب فإن الإنسان يدفعه ولا يرضى به حتى يذهب ويزول ومما تحفظ به النفس من الحسد أن يعلم المؤمن أن الحسد محرم وأنه من أمراضي القلوب وأن يعلم أن هذا الحسد من الظلم وأن الحاسد ظالم طبعاً كما هو معلوم يستثنى من الحسد شيء واحد وهو ما يسمى بحسد الغبطة أو بالغبطة وهو أن يتمنى المسلم أن يكون مثل أخيه هو لا يحصد أخاه ولا يريد أن يزول الخير عن أخيه لكن يتمنى لو كان مثله فهذا جائز لا بأس به ولكن الممنوع أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك حسداً له ويتصور المؤمن قبح الحسد بأن الله عز وجل جعل الاستعادة منه في القرآن وهذا يجعل المؤمن ينفر من الحسد يعني يا أخي تصور أنك تحسد فيكون يستعاذ منك في القرآن ومن شر حاسد ومن شر حاسد إذا حسد فأنت إذا جاءك الحسد تذكر هذه الآية أنه يستعاذ بالله من شرك وتدخل في جملة حاسد إذا حسد فكيف ترضى لنفسك بهذا المقام الدني والله أعلم ترجمة نانسي قنقر